أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعذنا اللهم من الضلالة ويسر لنا سبيل الرشاد وأوزعنا الحق قولا وعمله وأتبعنا آثار الأنبياء والمرسلين وكفينا شرور أنفسنا وضلالها وغيها آمين هذا الدرس السادس والسبعون بعد المئة وهذا اليوم الخامس عشر من ربيع الأول من العام الرابع والثلاثين ولو أننا مضط يعني العادة أن نجعل هذا الدرس في سورة البقرة ولكن إذا لازمت النصيحة ذكرنا منها ما استطعنا الآن أنا سمعت هذا النهار في مصر في قتلة وجرحة كعادة الأخبار يقول قتلة وجرحة بالمئات فإذا تبينت يكون القتلة مثلا عشرين والجرحة مئتان بس الإعلام إذا أراد أن ينفخ فيها يقول قتلة وجرحة بالمئة افصل أنت في مصر الآن في قتلة نحو من ثلاثين وجرحة زيادة على مئتين في البلد ثورة قامت لإخراج المسجونين على أحداث كرة القدم أيام الثورة الأولى يعني الأيام الأولى من الثورة السابقة فالآن نسأل أين أوزاغ الفتن في مثل هذا يقولون نحن مع الشعوب وهؤلاء الثائرون شعب أو من الشعب ثم خرج له رأي سواء أصاب أو أخطأ له رأي فجوبها بالرصاص الحي فيقتل ويقتل في مثل هذه أفت القرضاوي في الشام أن تسلح الثورة وأن تسلح المعارضة يدافع عن أنفسهم هيك بيقول قرضاوي في هذه يفتي بتسليحها للدفاع عن نفسها خرجوا في الشوارع فيعني يقتلون الآن لن تراه يدعو إلى هذا إن أبقى الله لنا عمرا بلغني بيان صادر عن ما يسمى باتحاد علماء المسلمين وأميره الغاش الخائن لأمته ورعيته الدكتور يوسف البيان صادر في العراق يعني فيما يجري في العراق فلا يلجمك إلا أن تستبدل كلمة سوريا بالعراق يعني أخرج كلمة العراق من البيان ضع مكانها سوريا فيصير البيان ما نقول يصير البيان في كثير ما ندعو إليه إلى يعني السلم وإلى عدم المقاتلة وإلى وإله هذا في العراق في الشام يصير شيء آخر واضح علما أن الحالة واحد فانظروا في حالهم وعجبوا عجب أبدا يتكلمون يعني إذا طال بنا عمر نتكلم في الجمعة بإذن الله إذا أبقان الله البيان في العراق البيان الذي عندي في العراق على أحداث الفلوجة ولا الفلوجة في مالي أنا أحكي عن الفلوجة آخر أنا أتكلم أتكلم عن العراق لأنه يعني بين مالي والشام قد يغيب العاقل في التفريق بس العراق والشام خاصة أن ثمة في العراق الشيعة وفي سوريا الشيعة فالدعوة قائمة ها هنا طيب والله المستعين على كل درسنا السابق كان أصلا في التلبيس وذكرنا في هذا ما ذكرنا فمن عظيم الأمر أن يفئ العبد في الظلمات إلى النور هل تعلمون نورا أبينه وأنفعه وأدل من القرآن هل تعلمون نورا أتى به أحد أحسن مما جاء به نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنما جعلت كتب الله وأنبياؤه ومرسل للظلمات والفتن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألف لا مرى تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا اللسان المبين للكتاب ثم قال الله في سورة إبراهيم لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ألف لا مرى تلك آيات الكتاب المبين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم فمن لم يفئ إلى هذا الكتاب وهذا النبي في هذه الظلم غرق فيها لزاما ونحن نقرأ انتهينا إلى التلبيس ما قال الله لبني إسرائيل من قبل لا تلبس الحق بالباطل حين كنت أدرس لبس يلبس لبسا لهو الخلط وقفت على على شيء اعتدنا أن نقف عليه أن القرآن يتولى البيان عجيب يعني لبس في القرآن انظر إن وجدتها في سورة فاقت السورة الأخرى يعني مورد اللبس في السورة الفلانية أكثر من مواردها في السورة الأخرى هذا يعني أن في هذه السورة بيان للتلبيس ولا لما ذكر الله اللبس فيها أكثر من كل السور ستجد أن اللبس عرفتم ما هو اللبس أخوان ولا اللبس واللباس واللبوس اللبس وجدنا اللبس في القرآن حصرا في سورتين في قاف اللبس في قاف وفي الأنعام في قاف وفي الأنعام في الأنعام بعدد إلى السور كثير فأكثر مورد اللبس أين كان لبس يلبس في الأنعام هذا يعني كما قلت لك الأنعام تبين لك شيئا من اللبس فجئت وأنظر الصورة التي حوت أكثر ما حوت من اللبس الأنعام أقرأ قلنا لبسه لبس هذا بهذا لبسه الحق بالباطل جيد كيف لك أن تعرف ما لبس الرجل حتى يصير لك فرقان الآن يلزمك شيء أقرأ من أول الأنعام الصورة التي ورد هذا فيها أكثر ما ورد الحمد لله اسمه الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنوح سمعتم؟ فصورة بدأت أن الله جعل الظلمات والنوح وأكثر مورد اللبس في هذه الصورة هذه أمنة للمؤمن في الصورة جعل الظلمات والنوح ثم مررت على صورة الأنعام فوجدت عجيبا من هذا كبروا الله يعني في الصفحة الأولى في رأسها جعل الظلمات والنوح في آخرها في الصفحة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسه يعني في الأول النور والظلمات ثم اللبس وجدت في صورة الأنعام حصرا لها القرطاص يعني ورد القرطاص في القرآن فقط في الأنعام ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم في ذات الصورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيص تبدونها وتخفون كثيرا وليس في القرآن قراطيص أو قرطاص إلا هذا وبيننا لكم ما معنى القرطاص في دروس الأحد يلزم لأن الصورة التي تذكر اللبس تختص في القرطاص هذا عون على البيان أولا حين ذكرنا القرطاص التي اختصت به صورة الأنعام التي حوت أكثر موارد اللبس القرطاص سيقول القائل كتاب طيب لماذا قال الله كتاب وقال في في السور كلها وفي الأنعام الكتاب فالقرطاص كما قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص كتابا في قرطاص تجعلونه قراطيص فالقرطاص أخي ما يثبت لك صريحة ممسكك للكتاب فالقرطاص هو الذي يؤكد لك أنك تمسك بالكتاب فإذا جعلت الكتاب في قرطاص هذا تحقيق وتثبيت وتمسيك حتى تعلم أنه صار في قرطاص فصار أيسر وأعون لك لتمسك بالكتاب فكما قال ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم سامع فليس القرطاص تعال تعال يعني المسه لهذا أيوة يعني جمعته لك المسه المسه هذا أثبت لك من مجرد الصحيفة قد أدفع لك صحيفة ولكن دفعت لك صحيفة فيها كتاب أو دفعت لك كتابا في قرطاص الآن أثبت لك المسه فإذا دفعته لك لأجعله لك حجة أو عليك حجة أنه صار بين يديك هذه القرطصة في الصورة نفسها تجعلونه قراطيس اسمع تبدونها وتخفون كثيرا فكانت أحبار بني إسرائيل يقرطصون التورا ليتمكنوا من إبداء ما أرادوا ومن إخفاء ما أرادوا فلو كان كتابا وصحف لعله لعلهم غلبوا على صحائفها وعلى أوراقها والكتب التي فيها أما بعدما قرطصوها صارت أعوال للإمساك وللإبداء وللإخفاء وهذا من التلبيس هذا يعينه على التلبيس جيد ولن تجده جيد هو فرقها فرقها وستجد أن صورة الأنعام أخي يعني في ذاتها تتكلم عن الفرق والشيع والتفريق ثم قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم اسمه أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فلبسهم خلطهم ويعني ابتلى بعضهم ببعض شيعا فاقتتلوا في آخرها إن الذين فرقوا فارقوا دينهم وكانوا شيعا واللبس على خلاف التفريق فلبس هذا بهذا هذا ضد فرق هذا عن هذا واضح هو هذا من هذا نعم هذه تفرق ليلبسوا على الناس دينهم نعم إنما فلما قلنا في السورة التي فيها لبس كان فيها كان فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنوى في السورة نفسها قال الله قل فلله الحجة البالغة لأن بالحجج البالغة تدفع التلبيسات فلبس فلان على قوم دينهم بالحجج البالغة تفرق هذا وتبين ما أتى به من التلبيس في السورة نفسها قال الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ففي السورة التي بدأها بي جعل الظلمات والنور وفلق الإصباح وجعل الليل والنهار والنجوم لتهتدوا بها هذه كلها مدافع التلبيس واضح وجدت في السورة نفسها الأنعام وما أدراك في السورة نفسها فيها صدفة وليس صدفة إلا في الأنعام وفي الكهف في الأنعام انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون ثم قال في آخر الأنعام سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ما هو صدف يصدفه قالوا الإعراض أي إعراض قلت لك إذا ترادفت الكلمات فاستعمل الكتاب إحداها ففي إحداها زيادة علم على المترادفات الأخر شيء هذا معلوم أخوان فليه قال صدفة ولم يقل أعرض وفي القرآن وفي القرآن كله إعراض من الكافرين صدفة صدفة أخوانا تكون بعد بينا والإعراض بعد بينا ولكن صدفة أبعد الإعراض أبعد الإعراض في صورة الكهف ساوى بين الصدفين بيقول لك هذه الناحية العالية من الجبل فلما ساوى بينها هو لا يتم الردم حتى يعني يتم بين الصدفين هذه متباعدات فإذا أراد أن يردم بينها ما بين الصدفين الرد واضح فالصدف أبعد الإعراض في هذا كما جاء في صورة الأنعاب إنما العجيب أن الصورة التي فيها التلبيس أكثر ما فيها فيها الصورة قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأكثر اللبس والتلبيس أورده الله يعني ينفع المؤمنين ويكشفه التلبيس في صورة بدأها به ماذا كان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض معايا وجعل الظلمات والنوح ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا فهذا عظيم أخونا صورة التي فيها التلبيس تبدأ به الظلمات والنوح وفيها قل فلله الحجة البالغة لما قال الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لها وفيها وفيها قالها في تلبيسات أهل الكتاب حين تكلموا عن حلال الطعام وحرام الطعام حين تكلم اليهود في ما حرم الله وأحل الله ولبسوا هذا بهذا في هذه قال الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين أشهدون أن الله حرم هذا الكلام كان في تلبيس بني إسرائيل بعد حلال الله وحرام الله فالحجة البالغة كانت في التلبيس إذا كان كفر صراح كفر صراح هذا ليس من التلبيس إخوان الكفر الصراح ليس من التلبيس أليس بواحة الفجر البواح لا خوف منه فجر بواح هو لا لا هو لا يضر يعني هذه صدف فلان فلان هذا لقيه لقيه هذا أصلها واستعمالهم صدفة هم يريدون بها أنه بغير تركيب منهم يعني هم لا ينسبون الصدفة إلى أعمال الله هو يقول لقيته يعني على غير ميعاد هو هذا مراد الناس فلا يعلم فيها يعني نهي إلا إذا أرادوا رد قذر الله وقضاء الله طيب ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق أنت ماذا تقول لا شك ولكن حين سألت سألت لما نعم لا هذه تلبسه في النحل تلبسه فإذا كان للباسك وكسائك قال الله تستخرجون من البحر حلية تلبسونها فكسائك وثوبك تلبسه أما إذا جاء إلى حق وباطل ليغش الناس به فهذا يلبسه فيهم لبس لبس هذا يلبسه عليهم واضح والقرآن ذكر هذا وهذا طيب ولا تكتم الحق وأنتم تعلمون كتم وأخف في القرآن عندنا كتم وعندنا أخف الفرق بينهما إذا نظرت في القرآن كما قلت لكم إخوان يعني مررت على كتاب لرجل يعني من المتقدمين كتب كتابا في الفروق اللغوية وأنا لا أحب اللغة ولا اللغة ولا اللاغية وحبذ يوم ندخل فيه جنة لا نسمع فيها لغة ولا لاغية نه ف فجاء كتب عن الفروق اللغوية من مثل هذا القبيل فرق بينه كتم أخف بينهما والرجل يقول حقيقة بكثير من شيء من علم اللسان أو من قبل نفسه يؤذن له إذا كان في اللسان إذا كان الكلام في القرآن واجب عليه أن يأتي بأحكام القرآن لللسان ولم أجد عنده من هذا كثيرا فتجد خللا في الكلام إنما كتم وأخف في القرآن أكثر الكتم في الشهادات فيما لا فيما لا قرطاص له فهمت القرطاص في المحسوس في المحس جيد فكتم أكثرها في القرآن على الشهادات تكتم الشهادة يكتمون الحق الحق أمسك الحق الشهادة تمسك الشهادة إنما الإخفاء يكون لما تحسه ولما لا تحسه إنما الكتم في الشهادات أكثره أو جل إلى الإطباق تقديرا فيما لا تمسكه بيد حتى التي في سورة البقرة عن النساء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هلأ ما خلق الله في أرحامهن خلق محس ولا لا ولكن الكتمان على المحس ولا على الشهادة هي الآن ستكتم شهادة ما في بطن هي لن تخرج لك هذا ستسألها في في بطنك الآن ستكتم شهادة علم فيكتمت علما ولم تكتم مخبوءا أو مظهورا فإذا نظرت في هذا ستجد أن الكتمان أكثر في الشهادات وفي العلم يعني في غير ما تحس فرق بين كتم وأخفى وأسر أن الإصرار أكثره الإصرار أكثره في الحديث يعني أعلمتني شيئا فأسررته في نفسي واضح يعني أسرها يوسف في نفسه فهذا من كلام تكلموا فأسره وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجي حديثا فأنا أسر لك حديثا وفي الصلاة تجهر أو تسر والقرآن يتكلم عن السر والجهر الجهر ما تسمع الجهر ما تسمع والسر ما لا تسمع فالسر والجهر في الكلام الكتمان والإخفاء فيما قد علمت واضح ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون فبالتالي شر التلبيس عند العلماء عند من علم فلا يقال للجاهل لبس الجاهل الجاهل لا يلبس الجاهل التبس عليه أمره أخطأ فيه كذا فجاهل فيه ثم تبينوا إخواننا الجاهل منه معيب ومنه ما لا عيب فيه ليس كل الجاهل عيبا حتى قال الله في آخر البقرة عن الفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من الجاهل قد تكون أنت وأنا وأعلم علماء الأمة في هذا الفقير فعالم الأمة إذا جاء الفقير فتعفف فكيف سيعرف عالم الأمة وحبرها أن هذا الفقير متعفف أم هو حقيقة غني أم فقير يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء فأنت لست جاهلا أنت من العلماء إنما أنت جاهل بحاله وفقره هذا لا يعيبك في شيء واضح أخوان هذا هو إنما كما قلت لك شر التلبيس والكتمان من العلماء الجاهل لا ترجو عنده علما ولا تأخذ منه علما فلن تضل به له في الجاهل إنما في آخر العهد حين يقبض الله العلماء يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون كما في الصحيح فيفتون بالرأي هذه من روايات الصحيح يفتون بالرأي فيضلون ويضلون بالرأي فالنبي تكلم هذه الرواية من الصحيح الرأي ضلالة فحين قال عليه الصلاة والسلام يفتون بالرأي فوجب أن تعلم أنه لا إفتاء بالرأي لا يكون فتوى برأي فإذا صدرت فتوى عن رأي فليست بفتوى فتوى عند صاحبها إنما هي في كتاب الله وعند النبي ليست بفتيا فتيا غير ثبت إثمها على من أفتى بها إنما الإفتاء وجب أن يكون عن علم وبيان كما أسلفنا في الدرس السابق كيف لبس الأحبار والعلماء حين بدأت أن يصدر اتحاد علمائهم بيانا في العراق وما يجري في العراق وقد سبق أصدر بيانا مثله في الشام يخالف هذا هذا ويخالف هذا 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 من عين التلبيس على المسلمين والإضلال أهل النار في الآخرة يكون مبلسين نعم أي واحسنت أبقيها حتى أتم فيها إنما كل أخواننا مهم يعني أنهي فيهاي ويذكرني فيها في في تلبيسات العلماء في العراق والشام تظن العامة أن اتحاد العلماء لا يفتي أبدا إلا ب كامل العلم وبالغ العلم وكامل التقوى وتام الخشية وما غاب عنك فقد أحصوه وحضاروه كنا نظن كذلك أدين الرب الذي أنزل الكتب أليس كذلك أليس كذلك لهم من الأهواء وفيهم من الغش والكذب ما الله به عليم وما أئمتهم من بني إسرائيل عليهم فيه شهود كنت أظن لن فعلوا هذا تقوى وخشية وتمام علم لا أبدا ها تحدثونا ماذا في العراق ليس في الشام الآن من يظاهر العراق يعني من ظهير الحكومة في العراق إيران من ظهير الحكومة في الشام إيران ماذا يراد بالعراق كما يعني بكل اتحاد العلماء أنه التشيع وسوريا طيب ماذا تغير أخي طيب ماذا تغير حقيقة فإذا هم يتخففوا مع العراق وهم يشهدون أن الحكومة العراقية أقرب عونا للولايات المتحدة من النظام الشامي فليت رفقتم في هؤلاء وتشددتم مع هؤلاء كنا نظن كنا نظن أنهم يعلمون شيئا لا نعلمه لا أخي لا أعلمه أبدا أبدا يعني أنظر كبيرهم وعالمهم اللي هو مسمى القراضاوي إن قلت لكم إنني لا أعلم القرآن والسنة كذبت الله وكتمت وكفرت نعمته علينا لا نعلم القرآن ولا أعلم النبوات ونعلم ما عند الرجل من الشبه والتلبيس والأباطيل فلا تلقوا لهم باله ولا تخشوهم ولا تحسبوا لهم حسابا اتبعوا المرسلين تذكرون الرجل الذي في سورة ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ماذا قال بالله يسمعه فكتب الله كلمات الرجل كما كتب كلمات مؤمن آل فرعون لا نعرف اسم هذا ولا اسم هذا وكتب الله كلماتهم خالدة في الكتاب عندكم كلمات يعني أحد المذاهب الأربعة في القرآن فيه فيه عندكم شيء هاتولي أعلم علماء الأمة كتب الله كلامه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى كتب الله كلامه قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كتب كلامه كتب كلام السحرة بعد الإيمان ليه كأنه تبارك اسمه يقول هؤلاء اتبعوا هؤلاء شهود هذا الرجل في ياسين قال اسمه جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا قال اتبعوا المرسلين هذا رأسه دعواه التي سعى لها وإليها ماذا قال اتبعوا المرسلين قال اتبعوني قال انا عالم قال اتبعوا المرسلين لاحظ الرجل لا يشير إلى نفسه قلت لكم من قبل من أشار إلى نفسه بالاتباع من غير الأنبياء فلا تتبعوا لا تتبعوا اذا قال لكم اتبعوني على الكتاب دعوا واتبعوا الكتاب ليس معصومة اتبعوا الكتاب فقال الرجل وكتب الله لأن الرجل أصاب قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا قال الرجل وأنا من المهتدين قال وهم مهتدون قال وما لي لا أعبد الذي فطرني الآن ما قال اتبعوني لأن يتكلموا كيف آمن ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون الكلام مبين إني إذن كما قال لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم للمرسلين فاسمعوني المرسلون والقوم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة هذا آخر مسعاه جاء من أقصى المدينة يسعى اسمه قال يا قوم اتبعوا المرسلين قيل ادخل الجنة فمن كان مبدأ مسعاه أن يدعو قومه اتبعوا المرسلين قال الله ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذا الكلام هذا الكلام هذا الذي يدرس ويدرس هذا الذي يدعى إليه ويدعى به ويذكر به أقول لكم من قام لكم قبل أن ينزل ابن مريم فانتصب فقال اتبعوني فلا تتبعوا إن قام لكم رجل يقول لكم أنا ابن فاطمة الذي وعدكموه محمد عليه الصلاة والسلام أنا هو لا تتبعوا بعلمنا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول المهدي أنا هو المهدي من يقول اتبعوا المرسلين فيكتب الله أقوال المهديين واضح ليس مهديا من قال للناس اتبعوني واسم محمد في الناس وأثر عيسى يكاد أن يكون في الناس ليس مهديا من يدعو الناس إلى نفسه ويدعو الأنبياء المهدي من كفى الناس عن الناس وأمر الناس باتباع المرسلين وقال إن المرسلين هم المهتدون كما قال الرجل وهم مهتدون قلنا لكم من قبل إن الناس يرقبون رجلا المهدي حق وأحق من المهدي ابن مريم وأحق من المهدي ومن ابن مريم محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب فالأمة التي ترقب المهدي وأهدى الهدى بين أيديها وصم محمد في صدورها توشك إذا رأت هذا المهدي ألا تتبع المهدي ناذا تريد الأمة الأمة على وعد مع مهدي ومع نبي والنبي خير من المهدي فلما يرقبون مهديا ويذرون نبيا وابن مريم خير من يحيا وخير من زكريا وخير من زكريا حتى قال الخاتم عليه الصلاة والسلام لو يؤاخذني الله وابن مريم يعني يؤاخذني أنا وابن مريم فلما لم يسمي غير نفسه وابن مريم فرجل كلمة الله وروح منه ينزل فيما نعلم من السنان في العصر الذي يكون فيه ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام فزهدوا بالنبي ومنوا أنفسهم بالمهدي وابن مريم أهدا من المهدي يقول الأخوة فلما يرقبون المهدي ويذرون ابن مريم تعلمون لما لم يعتادوا ولا يحب الناس آثار الأنبياء وعلموا أن المهدي يأتيهم بالمال والنعمة ويحثي المال حثيا لا يعده عدة قالت بنو إسرائيل لنبيا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذه الأمة على أثر من سلف فعندهم المهدي ملك يرد لهم ما أخذ من ملكهم وما ضاع من أموالهم قالوا لنبيا لهم لنبيا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وهل أظهر في المقاتلة في سبيل الله من الأنبياء تقول لنبي هاتي غيرك نقاتل معه في سبيل الله هذا كلام الأمة اليوم لا يريدون أن يلقوا ابن مريم يريدون المهدية للهدى لو كان للهدى القرآن أهدى من المهدي والنبي بما ترك من السنن والعلوم ورب السماء أهدى عنده من المهدي فلماذا يريدون من المهدي ما أرادت النصارى من ابن مريم مخلصا وما يريد اليهود من المسيح ملكا مخلصا ملك اليهود اليوم ينتظرون الملك المسيح متعودين لا نريد نبيا نريد ملكا مسيحا لما ملك يرد لنا ملكنا وما لنا واضح؟ فأبى الله في بني إسرائيل وأبى الله على هذه الأمة لن يكون إلا ما سبق وكان فلما بعث لهم من بعث لهم؟ بعث لهم شهواهم طالوت آية ملكه كثرة الذهب والانتصارات آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم اسمع هذا الإلزام والقيد الكريه على بني إسرائيل هيكرهونه هذا قال بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائك فلا يكون مهدي إلا من حمل بقية آل محمد عليه الصلاة والسلام بما كان من الوحي أبداً يا أخوة فإذا كانت الأمة ترقب مهدياً على غير البقية مما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي ليه بقول الوحي؟ تحمله الملائكة ما تأتي به الملائكة علامة الوحي واضح فالأمة كما قال عليه الصلاة والسلام على السنن سنن الأولين جيد فأحد مشايخ هذا العصر أثري سلفي بشر الناس بالمهدي أقول له بما بشرتهم بالمهدي ومن المهدي ألست على الأثر؟ ألست متبع السلف وكل السنة ما علمت والقرآن بين أديك فما ظنك بالمهدي؟ ماذا سيأتيك المهدي؟ عندك كل السنة وعندك الكتاب فساره ابن كثير والطبري والقرطبي فبما سيأتي المهدي؟ بما سيأتي؟ فإن كنت على الأثار فجاء الرجل على الأثار فلما سيكون مهدياً ولست مهدياً؟ فإن خالفك لم يعتادوا أي أن يتبعوا مخالفاً بل من خالفهم نبذوه فإن كان كل ما عند المهدي ما عندكم فبما يكونوا مهدياً؟ وإن خالفكم بما عندكم فبما تتبعونه؟ على المخالفة؟ على ما خالف العامة العامة تتبع من أظهره الله والعلماء يكرهون من أظهره الله إنما أقول لكم خير لكم من المهدي الحق أقول لكم خير لكم من المهدي النبي ابن مريم إذا لكم من المهدي إذا لقي المهدي ابن مريم ظني به لا ينبس بكلمة ولما يتكلم والكلمة في الناس؟ المهدي قال بهدى أو بظن علمه وقال النبي الكلمة بالوحي ماذا عند المهدي من العلم؟ إلا إن بلغ ما بلغ عمر وبلغ أبو بكر إن بلغ وماذا عند ابن مريم؟ فأمة تركت وزهدت بابن مريم ترجونا أن إذا رأت مهدياً أن تتبع المهدي القبوة طيب سأل أخونا على الفرق بين لبسة وأبلسة فالكافرون في الآخرة وفي الدنيا أبلسة هذا شيء وهذا شيء ماذا أردت أخي؟ كيف حدث؟ أخونا بصير هذا هو أعاون عن مشاءات زياسية ونشأات فراءة تسياسية وعلى الشعبات كيف حدث؟ أخونا يعني هي تقديمة التفار والتفار ومعاونها يعني حنوة المتبنيات للشعب والتعالة للشعب لشبه علمات كورو المهد من تطر وهم يعرفون أنه سماعنا عمنا سماعنا هنا لهم برضو دعك أخي المهدي من اتبع المرسلين فإن اتبعت المرسلين فمهدي أنت فارقب نفسك وعظها وكرها الضلالة تكن مهديا فرجل هداه الله ذاك مهدي إنما ستسأل عن نفسك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها خبروني الأمة اليوم تفرق بين الهدى والضلال قلوا لي الآن التبس الباطل عندها بالحق والهدى بالضلال فكيف إذا خرج رجل مهدي كيف سيعرفونه والتبس عليهم الضلال بالهدى فإذا خرج رجل له عينان يمشي على رجلين سيعرفونه وقد جاءهم الضلال كله وجاءهم الهدى كله فلم يعرفوا حين كان المسيح في الناس لم يعرفه الأحبار ومن عرفه منهم سعى ليقتله وحين كان محمد في الناس عليه الصلاة والسلام كفره الناس فإذا كان الناس يكفرون الأنبياء فلما يتقبلون مهديين قوم اليوم ذكرهم بسنة لا يحبونها يتبعون فلما سيتبعون مهديا ليه شيء بشيء إنما إذا كان مع المهدي سوط ودرة خضعوا للدرة ولم يتبعوا المهدي قلت لكم من قبل المهدي أخو عمر إذا أردتم أن تعرفوا المهدية فانظروا عمر الرجل على أثر عمر كأنه عمر أليس يملأ الأرض عدلة ألا تعرفون أعدل من عمر أليس فاروقا وما أدراك رضي الله عنه كان كما قال عليه الصلاة والسلام جعل الله الحق على قلبه ولسانه هذا هو المهدي واضح فلما خضعوا الله أكبر خضعوا للدرة أم لهدى عمر كما قال عثمان وطئ عمر أعناقكم فالله أكبر الله أكبر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة